إذن مشاهدي الأفضل تنطلق ابتداء من اليوم التسجيلات للامتحانات الرسمية المدرسية الوطنية وإلى غاية يوم الثامن والعشرين جنفير بالنسبة لدورة الفين وواحد وعشرين الجديد هذا العام هو تصميم أرضية رقمية للدفع الإلكتروني لكل المقبلين على اجتياز هذه الامتحانات إضافة إلى بعض الإجراءات التنظيمية نفتح النقاش حولها مع ضيفي في الأستوديو سيد غانم مع ما رأى المدير العام للأنظمة والمعلوماتية بوزارة التربية الوطنية سيد غانم صباح الخير صباح الخير شكرا عن استضافة وشكرا لك أيضا على قبولك دعوة المشاركة معنا في البرنامج سيد غانم تنطلق اليوم التسجيلات كما ذكرنا ما الهدف من تطوير وتصميم المنصة الخاصة بالدفع الإلكتروني الآن أولا صباح الخير السادة مشاهدي القناة والتلفزيون العمومي خاصة حصة هذا الصباح وأنا جد سعيد أن نكون حاضر معكم في هذا اليوم وقد ننور السادة مشاهدي القناة بخصوص كما تفضلت اليوم تنطلق التسجيلات في الامتحانة المدرسية الوطنية دورة 2021 من يوم الأحد ثلاثة جونفي إلى غاية 28 جونفي 2021 والجديد في هذه السنة كما تفضلت خاصة والهدف من هذه الخدمة والتي سميناها الخدمة الدفع الإلكتروني الهدف منها أولا هو تخفيف العناء على الأولياء والتنميذ وكذلك المترشحين على التنقل إلى مكاتب البارد خاصة في سنوات السابقة كنا نعرف اكتظات كبيرة خلال فترة التسجيلات لدفع حقوق التسجيل وهذا السنة نحاولنا وهذا دخل في إطار العمل الحكومي المشترك الرامي إلى رقمانة القضاعات الحكومية وهذه الخدمة جاءت في إطار اتفاقية تم إبرام وهيوم الأحد بين المركز الوطني لإدماج اجتكارات البداغوجية وتنمية تكنولوجية الإعلام والاتصال في التربية وهذه مؤسسة وطنية تابعة لوزارة التربية الوطنية وباريد الجزائر التي نشكرهم كثيرا في هذه الفترة للتنسيق الذي كان محكم ونتجة الحمد لله إن شاء الله في هذه الفترة إن شاء الله تكون عنها أثر إيجابي على السادة أولياء تلاميذ بالإضافة المترشية علىها النقطة الثانية كان لزاماً عنها في ظل في ظل في ظل في ظل اقتصاد الرقمي المحتمد المحتمد يحتمد كلياً على التعاملات الإلكترونية مبنية على شبكة الاتصال تحديات هنا كانت تحديات كبيرة فرضتها ظروف العولمة والانفتاح الاقتصادي والتقدم الهائل في تكنولوجيات المعلومات الاتصال الذي ولد الحاجة إلى وسيلة الدفع تتلأم مع معطيات العصر وتتنسب معه النقطة الثانية التي تدخل في إطار التدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار وباء كورونا كان لزاماً على وزارة التربية كما تعلمون حوالي سنوياً سنوياً يقوم بالتجهيل ما يفوق مليون ونص مترشح لهذه الامتحانات كان لزاماً علينا باش ننخارط في هذه الخدمة مع بارد الجزائر باستعمال بطاقة ذهبية باش على الأقل نقدم خدمة وندروا مبدأ التباعد الجسدي في مكاتب البارد ونقصوا في الاكتراض على مستوى مكاتب البارد سيد غالم إضافة إلى كل ذلك هناك إجراءة تنظيمية تم ضبطها من أجل السير الحسن لعملية تنظيم هذه الامتحانات من التسجيلات إلى غاية إعلان النتائج هناك مثلاً الإبلاغ ضرورة الإبلاغ عن المؤسسات التي تستقبل لأول مرة تلاميذ أقسام امتحانات شكراً كان مجموعة في إطار تنظيم العملية تم إعداد منشور إطار رقم 1443 المؤرق في 29 ديسمبر والمتعلق بالتسجيل في الانتحانات المدرسية الوطنية من بين هذه النقاط النقطة الأولى والتي هي الإبلاغ عن المؤسسات الجديدة التي تستقبل أول مرة تلاميذ وهذا يدخل في إطار التنظيم تحذيراً لكي يمكنوا التلاميذ سواء المترشحين الأحرام أو التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات الأمومية لكي يسجلوا في هذا في هذا التسجيل في الامتحانات بالنسبة للتسجيل ومكونات ملف التسجيل هي على واتيراتها السابقة نفس الإجراءات السابقة نتأخذنا نفس الإجراءات السابقة بالإضافة أنه ملفات ما كانش منذ سنتين نرى منذ هذه السنة الثانية في السابق في سنوات السابقة كان التلميذ والولي يقوم بالتسجيل عبر مواقع الدوان وخلال السنة الماضية وهذه السنة الأولياء هم غير مضطرين بالتسجيل عبر البوابات المخصصة لهذا الغرض كان شقعين لدينا بخصوص تلاميذ المتمدرسين مدير المؤسسة التعليمية سواء العمومية وخاصة هم المكلفين بالتسجيل تلاميذ المتمدرسين أما بخصوص تلاميذ المترشحين الأحرار أو المترشحين الأحرار فهم مطالبين بالتسجيل عبر موقعي الدوان الوطني الامتحانات والمسابقة إذا تحدثنا سيد غلم عمارة عن حقوق التسجيل دعنا نذكر بها قليلا وكيف سيتم دفعها شكرا بخصوص حقوق التسجيل المعلوم هذه السنة أن حقوق التسجيل لم يطرع عليها التغيير نفس الحقوق التسجيل في السابق كان حقوق التسجيل تدفع على مستوى مكاتب بريد وهذه السنة تقديم خدمة جديدة كما تفضلت في السابق في إطار التعاون مع وزارة البريد ومواصلات السكية والسلكية والتنسيق المحكم مع الدول الوطني لامتحانة المسابقات كان تم تطوير منصة إلكترونية خاصة تسمح للأولياء دون الحاجة إلى تلقون إلى مكاتب البريد دفع مستحقات التسجيل عن طريق هذه المنصة التي هي مربوطة من المنصة الرقمية لبريد جزائر باستعمال البطاقة الذهبية حقوق التسجيل تقريبا هي نفسها بخصوص تلاميذ المتمدرسين هي 100 دينار جزائري بنسبة للتلاميذ المعنيين بامتحان نهاية مرحلة تعليم تدائي 1000 دينار بالنسبة للتلاميذ المعنيين بامتحان شهادة تعليم توسط 1500 دينار بنسبة للتلاميذ المعنيين بامتحان شهادة الباكالوريا لهذه السنة طيب كيف ستتم عملية مراجعة المعلومات التي ستدخل ضمن التسجيلات هل حددت فترة معينة محددة خلال عملية مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها ستكون خلال الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 15 مارس نعم 15 مارس من خلال سواء من خلال مدير المؤسسة التعليمية أو إعادة فتح موقعات دوين بالنسبة للتلاميذ المترشحين الأحرار وفي حالة ورود أي خطأ كيف يتم الإبلاغ عن ذلك وهل هناك مهلة محددة لتصحيح هذه الأخطاء هناك مهلة إلى غاية 22 مارس معناها من الفترة تقريبا من أول مارس إلى غاية 22 مارس يمكن أن المعنى مترشح سواء المترشح من اسم التلاميذ أو مترشح الأحرار التقرب من مدير المؤسسة في حالة اكتشافهم خطأ في استمارة المعلومات لتصحيحها من طرف مدير المؤسسة ومن اسم المترشح الأحرار يتقدموا إلى مديرية التربية تابعين إليها وبخصوص هنا فرع الديوان الموجودة على فرع الجهوية هم الذين يقومون بتصحيح هذه المعلومات سيد غانم عمارة بالنسبة للتحويلات من مؤسسة إلى أخرى بعد التسجيلات الإلكترونية هذه كيف سيتم ضبط المسألة بخصوص ضبط مسألة التحويلات وحددنا آجال والغرض من هذه الآجال أنه حتى نتمكن في الفترة التي تجيب بعد هذه الآجال بمن إعداد كما تعلمون أنه كان عمل كبير يقوم به الدول الوطني امتحانة المسابقات لتحضير الامتحانات ونحن حاولنا بش نضبطه عملية التحويل به آجال حتى يقدر الدول الوطني بش إعداد المواضيع إعداد أظريفة المواضيع وإعداد مراكز الإجراء في ظروف حسنة سيد غانم عمارة في الأخير هل من نصائح لتلاميذتنا الذين عادوا للدراسة في ظل الوباء وينتظرون أن يمتحنون في امتحانات مصرية من النصاح التي يمكن أن نقدمها لهم النصاح الأولى أنهم يستغلوا هذه الفرصة وخاصة هذا التنظيم المدرسي الجديد الذي يفتح لهم هو متسع من الوقت للتحذير وبدل مجهود أكبر ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح ونتمنى من الأولياء إن شاء الله باش يستفادوا من هذه الخدمة الجديدة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة التي تم تطويرها وتصميمها لهذا الغرف طيب سيدي الكريم في ظل استمراء استئناف الدراسة وتعقلم وتعايش مع الوباء والآن هم يحضرون لامتحانات والتقويمات الجانب النفسي مهم جدا أيضا هل بإمكان أن نكمل المنهاج الدراسي في ظل الظروف هذه بخصوص أكيد أكيد إحنا تقريبا الظروف عادية الظروف عادية على مستوى المؤسسة التعليمية التلميذ يزوينوا دراساتهم في ظروف عادية بالإضافة إلى مرافقة نفسية من طرف مستشاري التوجيه المدرسي لمرافقة أبنائنا التلميذ خلال هذه الفترة وتمكنهم إن شاء الله من نجاح في الامتحانات المقبلة إن شاء الله شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات سيد غانم معمارة المدير العام للأنظمة والمعلوماتية بوزارة التنمية التربية الوطنية عفوا شكرا جزيلا لك على كرم الحضور على هذه الاستفادة القيمة شكرا شكرا